معنا من درعى عبر الأقمار الصناعية مراسلنا محمد الحراني مرحبا بك محمد تطورات الأوضاع الميدانية والقصف المتواصل إضافة إلى تقدم الميليشيات الطائفية ومحاولة اقتحام المناطق المحررة تفضل إليك نعم أحمد مساء الخير ما تزال الاشتباكات وما تزال محاولات النظام مستمرة حتى هذه اليوم وحتى هذه الساعات لاختحام أحياء درعى البلد واستعادة الأحياء التي خسرتها ضمن معركة الموت للمذلة قبل قليل ألقت المروحيات البراميل المتفجرة على أحياء درعى البلد هذه البراميل المحملة بمادة النابالم الحارقة بتزال مع اشتباكات من جهة مخيم درعى مخيم النازحين حيث تسعى قوات النظام والميليشيات المساندة له التقدم إلى هذا المخيم لفتح ثغرة من جهة حي طريق السد قامت أعلنت بنية المنصوص قبل قليل عن تدمير بعض الأليات وقتل بعض العناصر من قوات النظام في مخيم درعى على خط النار أو ما يسمى خط الاشتباك ما بين قوات النظام وقوات المعرضة في مخيم درعى اليوم كانت عمليات القصف لقوات النظام مدهوسعة خارج حدود محافظة درعى كمركز المدينة حيث طالت منطقة اللجاء شمال درعى وأيضا طالت بلدة نعيمة في ريف درعى الشرقي حيث سقطت عشرات البراميل على قرى متفرقة في منطقة اللجاء شمال درعى الموازية لأسرار دمشق درعى بتزامن أيضا على بلدة نعيمة في ريف درعى الشرقي حيث تشهد أيضا اشتباكات بين فصال الجبهة الجنوبية وقوات النظام حيث تسعى فصال الجبهة الجنوبية والفصال الموجودة في بلدة نعيمة تحت غرفة رص الصفوف لتخفيف الضغط العسكري التي تشنه الميليشيات الأجنبية على قوات مناطق درعى البلد وحي طريق السد ومنطقة مخيم درعى تمكنت المعارضة حتى هذه اللحظة من إفشال مخططات النظام الذي يحاول منذ بداية هذا الشهر لثلاث مرات مسنود بغطاء جو روسي مسنود بصواريخ الفيل والميليشيات الأجنبية التي زجت بها النظام السوري منذ بداية الشهر إلى محافظة درعى جاءت هذه الحملة العسكرية بالتزامن مع نزوح كبير من أهالي مدينة درعى حيث يقدر عدد النازحين اليوم والمهجرين من مركز محافظة درعى بأكثر من ثلاثين ألف نسمة هم مشتردين في السهول خارج منازلهم في القرى المجاورة وفي المخيمات العشوائية مما دفع نشطاء محليين بإطلاق حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال سوريا العامل حملة وسم كما ذكرت تحرك لأجل درعى هذه الحملة تهدف إلى كشف جرام النظام السوري بحق الشعب السوري كما قال ناشطون بالإضافة إلى توثيق انتهاكات النظام السوري والميليشيات الموالية له منذ بداية هذا الشهر وعلى العلم حوراني ما المنطقة أو المناطق التي أعلن عنها مجلس محافظة درعى بأنها مناطق منكوبة أريد أن أفهم منك هل محافظة درعى مع ريفها المدينة مع ريفها منطقة منكوبة أم مناطق بعينها بيان مجلس المحافظة كان اليوم بإعلان باقتصار محمد درعى حي طريقة الساد مخيم مخيم درعى حي طريقة الساد بلدة اليادودة نعيمة هؤلاء المناطق هي التي اعتبرها مجلس المحافظة شكرا جزيلا محمد وبسبب استهدافها شكرا جزيلا مراسلنا من درعى محمد الحوراني شكرا لهذه المعلومات والمداخلة